كنا رأينا قبل قليل أن مصادر تحديد الأهداف في العملية التربوية هما الفرد والمجتمع في الآن نفسه يعني حاجات الفرد وتحقيق حاجات المجتمع وهو الهدف الأساسي للعملية التربوية دون تغليب أحدهما عن الآخر لكن لنطرح سؤالا غاية في الأهمية فنقول لماذا على كل عملية تربوية أن تكون لها أهداف واضحة ودقيقة لماذا ينبغي تحديد الأهداف؟ ما أهمية تحديد الأهداف؟ يعني كنت لما أصل إلى هذا المستوى من الشرح في المقرر أطرح هذا السؤال على طلبتي فأقول لهم تخيلوا سيارة تسير دون أضوى كاشفة وضحت الفكرة سيارة تسير في الطريق دون أضوى كاشفة أضواءها نستطيع أن نقول يعني غير صالحة أو فاسدة أو غير هذا طيب ثم أسألهم فيما بعد وأقول لهم ما هي المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها هذه السيارة التي تسير دون كاشف طبعا الإجابة سهلة جدا يعني يمكن أن نتخيل أشكال مختلفة يمكن أن نتخيل مطبات يمكن أن نتخيل يعني أن تدخل هذه السيارة لا قدر الله في عمود يمكن أن لا قدر الله تصدم شخص يمكن لماذا؟ لماذا هذا؟ لأن إمكانية الرؤية إمكانية الرؤية هذه بالنسبة للسعر معدومة فهي إذن تخبط خبطا عشواء يعني مثل القطار الذي يسير خارج السك طبعا خارج القذبة طبعا نحن نعلم أن لا يستطيع القطار أن يسير دون قذبة العملية الطربوية شبيهة جدا بهذه الصورة فهي كالسيارة التي تسير في طريق اتجاه هذا الاتجاه تحدده الأهداف فالأهداف هي عبارة عن تلك الكواجف التي تكشف المصار الذي ينبغي أن تسير فيه العملية الطربوية ولذلك فأن هناك مجموعة من العناصر التي حددناها كأهمية لتحديد الأهداف في العملية الطربوية فقلنا أولا أن تحديد الأهداف في العملية الطربوية هو الخطوة الأولى للتخطيط الناجح في العملية الطربوية إذن أنت لا تستطيع أن تخطط يعني لا تستطيع أن ترسم وتقول وتعرف إلى ماذا أريد أن أصل إذا لم تكن لديك أهداف واضحة ثم ثانيا أن الأهداف في العملية الطربوية تقوم بتوجيه مصاري العملية الطربوية مثل ما قلنا قبل قليل قضبان سكة القطار هي التي توجه حركة القطار كذلك الأهداف هي التي تقود العملية الطربوية ثالثا تحديد الأهداف يضمن للعملية الطربوية حسن التنظيم والاستمرار والتطور حسن التنظيم العملية الطربوية هي مجموعة من المراحل المتتابعة قلنا ما قبل الابتداء يعني من الرياض وحتى التعليم العالي إذن هناك هي جملة من المراحل هذه الجملة من المراحل لا يمكن أن تكون منظمة ومتتابعة ومتطورة بإحكام إذا لم تكن تقودها أهداف واضحة كذلك أن تحديد الأهداف العملية الطربوية يساعد على حسن اختيار الطرق والأساليب المناسبة لأداء العملية الطربوية هذا مهم جدا يعني إذا لم يكن لديك أهداف واضحة حتى في حياتك العامة حتى في حياة الإنسان بصورة عامة إذا لم يكن للإنسان أهداف واضحة يريد الوصول إليها صمم على الوصول إليها فإنه لا يستطيع أن يعرف ما إذا كان الطريق الذي سلكه هو الطريق الصائب أم لا لأن الوصول إلى الهدف هو المؤشر على حسن الطريق أو على فساد ذلك الطريق على حسن الأساليب أو على ضرورة تغيير تلك الأساليب إذن في تحديد الأهداف مهم جدا لأنه يساعد على اختيار الطرق والأساليب المناسبة لأداء العملية الطربوية وتنفيذها على أحسن وجه ممكن يعني بأقل مجهود وبأكثر مردودية ممكنة كذلك تعمل الأهداف الطربوية على ضبطي وتنظيمي وتنسيقي وتقويم العملية الطربوية لتأتي ثمارها بأقل جهد وأقصر وقت وأفضل عطاء يعني لنتخيل أنه لو غابت الأهداف في العملية الطربوية فإننا سنصرف جهدا عظيما في وقت طويل جدا ودون أن يكون لنا أي عطاء أو أي أداة لذلك فالأهداف العملية الطربوية يعني تربحنا في الجهد تربحنا في الوقت وتضمن لنا أفضل النتائج الممكن ثم أن أخيرا الأهداف العملية الطربوية تأتي محصلة ونتيجة نهائية العملية الطربوية بعامة يعني أنها تأتي كثمار مرتقبة لعملية تربوية منظمة وحسنة التنسيق والتخطيط إذن الأهداف الطربوية مهمة في العملية الطربوية ولا يمكن تخيل حتى في الخيال عملية تربوية تسير دون أهداف دقيقة وواضحة ومحددة سلفا يعني بشكل قبل التنفيذ قبل التنفيذ فهي تدخل في عملية التخطيط تحديد الأهداف يدخل في علم التخطيط الطربوي